بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم عن الدورية في نظام الشمسي صف التاسع علوم الأرض مدارس الوطن العربي بالبداية رح نبلش بأطوار القمر قبل ما نحكي عن أطوار القمر لازم نعرف شو يعني القمر طبعا من خلال الدروس الماضية حكينا إنه القمر هو عبارة عن جرم سماوي معتم يعني غير مضيء بذاته وإنما بيستمد ضوءه من الشمس وبيحكس الأشعة الساقط علي يوجد للقمر وجهان إلو وجه مضيء ومرئي وجه معتم وغير مرئي طب ليش إلو وجهان؟ أخيصي في ذلك إنه حسب موقع القمر في مداره يعني أثناء دورانه في مداره حوالي الأرض بالنسبة للشمس هو اللي بيؤدي إلى اختلاف ظهور هأوجه القمر طبعا من خلال كتابنا صفحة 43 عندك الشكل موجود 3 إلى 10 عندنا عدة أطوار أو عدة أشكال بيمر فيها القمر خلال الشهر القمر بنبلش أول طور أو أول شكل بيبلش بمحاق زي ما إحنا شايفين المحاق طبعا بيكون القمر كله معتم يعني غير مضيء بعدها بيجي عنا هلال جديد بلاحظ إنه تقريبا 90% معتم وجزء بسيط فقط هو المضيء بعدين عنا تربيع أول نصفه بيكون مضيء ونصفه بيكون معتم بعدها عنا أحدى بأول تقريبا 90% بيكون منه مضيء وجزء بسيط فقط غير معتم بيليها بدر كل قرص القمر بيكون مضيء أو مرئي زي ما إحنا شايفين عكس المحاق المحاق بيكون كله معتم أما البدل لا كله مضيء بعدها هي ليها أحدى بثاني تقريبا برضو 90% بيكون مضيء وجزء بسيط معتم وبعدها عنا تربيع ثاني نصفه مضيء ونصفه معتم وآخر إشي هلال تقريبا 90% بيكون معتم وجزء بسيط مضيء فبالتالي بنقدر نحكي إنه أطوار القمر بتبلش من محاق وبتمر بالمراحل كلها إلى إنه ترجع لعند هلال وآخر إشي محاق فالمطلوب منا نحفظ أطوار القمر بالترتيب نطلع على الأسئلة الموجودة عندنا كتابنا صفحة 44 عند السؤال الأول بيحكينا ماذا نسمي طور القمر حينما يقع بين الأرض والشمس ولماذا لا نرى القمر فيه الأسئلة الموجودة في كتابنا صفحة 44 السؤال الأول بيطلب منا ماذا نسمي طور القمر حينما يقع بين الأرض والشمس ولماذا لا نرى القمر فيه طبعا لا نرى القمر فيه اكيد رح يكون جواب محق طبعا ليش لانه نصف المقابل الارض يسر الجزء الذي تضيه شمس فلا يرى من الارض تمام جواب السؤال الثاني بحكينا ماذا نرى من النصف المضاء من القمر بعد اسبوع وماذا نسمي طور القمر في هذه الحالة جوابنا رح يكون طبعا رح نرى بعد اسبوع رح نرى نصف القمر فقط ومنسميه في هذه الحالة طور تربيعي الاول لو رجعنا للشكل الموجود في الصفحة اللي قبلها 43 السؤال الثالث بحكينا ماذا نرى من القمر عندما يكون بدرا وما موقعه بالنسبة لكل من الارض والشمس طبعا الجواب رح يكون رح نشوف كل القمر وبيقع الارض بين الشمس والقمر بس جواب الرابع بحكينا كم يوما تقريبا يمر على القمر بدءا من المحاق ليكون في طور التربيعي التاني تقريبا بيمر عليه او بيحتاج لواحد وعشرين يوم تقريبا اذا قدرنا نحكي انه في طور المحاق انه بيكون كل القمر معتم لان القمر بيقع بين الشمس والارض طبعا هذا بيكون في بداية او في اول الشهر القمري طبعا هيك بالترتيب حتى نصل الى هلال اخير طيب عنا سؤالين في كتابنا صفحة 44 عنا سؤالين فسر سؤال الاول نظهر الوجه المضاء للقمر باطول مختلف ليش عنا عدة اشكال للقمر مش شكل واحد اللي حكينا عنهم في الصفحة اللي قبل طبعا السبب الرئيسي لدوران القمر حول الارض اذا جوابه دوران القمر حول الارض السؤال الثاني فسر لماذا لا نرى الا وجها واحدا للقمر يعني احنا مش حكينا في بداية الفيديو انه عنا وجهان القمر وجه مضيء ومرئي وجه معتم وغير مضيء وغير مرئي ليش احنا بس بنشوف وجه سبب الرئيس لانه المدة زمنية اللي بحتاجها القمر حتى يدور حولين نفسه يعني دورانه حول محوره نفسها المدة زمنية اللي بحتاجها حتى يدور حولين الارض يعني وجه واحد بس رح يكون موجه للأرض ما منقدر نشوف إلا هذا الوجه والوجه الثاني بيكون بعيد عنه يعطيكم العافية